أعلنت البرو حالة الطوارئ في البلاد وسط احتجاجات عنيفة ضد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو خلفت حتى الآن سبعة قتلى جاء هذا الإعلان بعد أن أمر قادم بإبقاء كاستيو موقفا بتهمة التمرد والتأمر 48 ساعة أخرى قبل جلسة استماع قال وزير الدفاع البيرتو أوتارولا إن الإجراء يسري 30 يوما بسبب أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق مشيرا إلى أن الإجراء يشمل تعليق حرية الحركة والتجمع ويمكن أن يشمل أيضا حظر تجول ليلا